وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي حننائش فيها أهم الأخبار المقالات الحوارات والتحقيقات المتنوعة سواء من الصحف أو المواقع الإلكترونية بسعدني أن يكون معنا في فقرتنا النهاردة الأستاذ عبد الناصر أنديل الباحث الحقوقي بتنورنا دايما أستاذ عبد الناصر وأهلا بك خليني أبتدي أول خبر باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السناتر روبرت مندنيز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وجوناثن كوهن سفير الولايات المتحدة بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بميندنيز في زيارته للقاهرة مشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا مؤكدا متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة من جانبه أكد مدنيز الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر مثمنا المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في المنطقة معربا عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح تحت قيادة الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وثقافة قبول الآخر بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لصالح المواطنين أستاذ عبد الناصر خليني أكلم على العلاقات المصرية الأمريكية يعني سنة روبرت مندنيز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مش أول مسؤول أمريكي بيزور مصر خلال فترة قليلة جدا يعني كل شوية بنلاقي في حد من الولايات المتحدة بيبقى موجود هنا هل ده بيدل على تقدير زي ما قال مستر ميندنيز تقدير لدور مصر عارفوا أهمية دور مصر ولا بيورينا العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة خاصة أنها خلييني أقول في الفترة الماضية كانت يعني مش فاترة لكن هادئة بعض الشيئ بداية يعني صباح خير عليك وعلى مشاهدينك الكرام يعني خلينا نتفق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لاعب رئيسي في الساحة الدولية ومصر هي واحدة من القوى الإقليمية الكبرى التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل دورها وتأثيرها في محيطها العربي والإسلامي اللي بتتحرك جوه وإن أي محاولة لرأب أي صدع موجود في هذه المنطقة يحتاج إلى الدور المصر وإن كان فيه خطيئة وقعت فيها بعض الإدارات الأمريكية بالانحياز السياسي لصالح طرف على حساب الدولة المصرية ومحاولة الاستقواء بهذا الطرف على إرادة المصرية وهم شايفوا بنفسهم أنهم دفعوا تمن غالي لها أولا تنامي طيرات العنف المتطرف في المنطقة نفسها ثانيا ارتفاع وطيرة الأحداث الإرهابية على المستوى الدولي ثالثا ارتفاع حدة الكراهية والغضب لدى المصريين تجاه الداخل الأمريكي وبالتالي الإدارات الأمريكية يمكن الإدارة الماضية بعض الشيء والإدارة الحالية بدأت تشعر أن الإدارة المصرية الجديدة إدارة تستحق معاملة أفضل وأن النجاحات التي تحققها هذه الإدارة على الأرض تستحق الدعم والمساند نتفق أو نختلف خلينا نقول أن الإدارة المصرية أصبح لديها رؤية استراتيجية لمحيطها عالية جدا وأنه لا توجد قضية شائكة في المنطقة إلا والدور المصري فيها دور واضح وقوي وأن أي محاولة للحل ستبدأ من القاهرة وستنتهي في القاهرة يعني من كام يوم شفنا أن المكتب السياسي لحركة حماس يعقد اجتماعه في القاهرة اعترافا بالدور المصري في رعاية القضية وتأثير الدور المصري في حل الخلافات الأخيرة اللي حصلت على الأرض والاشتباكات التي دارت مع الكيانت صيوني والمقاومة الفلسطينية وبالتالي الأمريكان إذا أرادوا دور حقيقي قدرة حقيقية على حسم المشكلات على الوصول إلى حالة جيدة من العلاقات يجب أن يبدأ ذلك عشان كده زي حضركم تقولي من دينيز ما كانش هو أول ولا آخر مسؤول أمريكي لا القوافل المتبادلة من الوفود بين الدولتين كبيرة جدا ومحاولة التوافق على مخططات وسياسات مهم وجزء كبير من طموحات التهديئة في المنطقة مرتبطة بالدور المصري خلينا نفتكر كده من كام يوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذهب في زيارة تاريخية إلى العراق واحدة من أكثر البؤر المؤلمة للولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات العراقية التي دارت دارت بشكل هذه أعتقد أن جزء كبير منها دارت نتيجة حسن إدارة والنصائح التي وجهتها الإدارة المصري الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر الانتخابات الليبية وقبلها كان عندنا انتخابات أخرى في المغرب وبالتالي المنطقة تذهب إلى رؤية وتونس وما يحدث في تونس وتشكيل الوزارة أنا أريد أن أقولك أن المنطقة كلها تذهب إلى رؤية الدولة المصري يعني كلها بتنحزل رؤية ما هو ده برضو حيخليني أنتقل للخبر الآخر بنتكلم على العلاقات الخارجية ودور مصر أيضا بالأمس الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة لاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة كلاسكو للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كما تناول الاتصال التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وصبل تطويرها خاصة على الصعيد التعاون في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر أضف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التباحث حول تطورات قضية صند النهضة حيث أكد الرئيس السيسي أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد وذلك على نحو يحفظ الأمن المائي لمصر وكذلك يحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار الإقريمي آخذا في الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاطلاع بدور جاد في هذا الملف فضلا عن إبراز حسنينية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في عملية المفاوضات بما يتصق مع البيان الرئيسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي إحنا هنكمل الولايات المتحدة هنوصل للاتصال بالأمس مع رئيس وزراء بريطانيا باريس جونس في نقطتين في هذا الاتصال في غاية الأهمية أولا في ثلاث نقط خليني أقول مؤتمر اتراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أدي واحد وما يحدث حول العالم من تغير المناخ والاجتماع المقبل في جلاسكو في بريطانيا أيضا خليني أقول أنه سبل تطوير العلاقات بين مصر وبريطانيا في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب برضو إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية وسد النقطة يعني ثلاث موضوعات حيوية مهمة جدا شايف يعني خليني أتكلم مبدئيا على سد النقطة موضوع اللي احنا يعني في صدد كل المصريين مهتمين به الرئيس لا يترك أي مناسبة أو أي اتصال أو أي محفل حتى دولي إلا وهناك إصرار من السيد الرئيس ومن الإدارة المصرية إلى الجملة دي أنا بقرها كتير وبتتقال كتير التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد وأيضا بما يحفظ الأمن المائي لمصر ويحقق مصالح جميع الأطراف الجملة دي بتتقال ومصر مصر عليها لأن دي رسالة مهمة جدا الدولة المصرية تؤكد عليها لأن في رسالة أخرى تسعى لإشاعة أن مصر يعني تستحوز على النصيب الأكبر من فوائد النه وتترك مداره للآخرين وأن مصر تقف حاجة عثرة أمام محاولات التطوير والنهوض بالتنمية في دول أخرى إزاي دي إحنا دولة مصاب؟ يعني إحنا آخر دولة إزاي إحنا اللي نعمل ده؟ النقطة التانية إن الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفر وبالتالي لا ينبغي بأي حال ما أحوال تجاهل نمر الثلاثة أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة ولكنها ضد المساس بحقوقها ومصادرها الدائمة من المياه وهي مصادر محدودة بالمناسبة يعني إحنا حنحتاج في مرة نتكلم على حالة الفقر أو الجوع المائي زي ما في تعريفات الأمم المتحدة لمصر في النقطة دي فينفعش كمان المساس بهذه النساء لكن الإدارة المصرية تتكلم من مركز القوة دائما القوي يعلم جيدا بمصادر قوته وتنوع مصادر القوة وإن استخدام السلاح كما يسعى البعض اللي دفع الدولة المصرية هو فخ لأن دي ورقة من ورقات التفاوض لكن مصر بتثبت وبيتدي رسالة للعالم بشكل دائم أننا دولة سلام أننا دولة تنمية أننا دولة تسعى مع الآخرين إلى نقاط مشتركة للاتفاق وليس للعداء والاختلال وبالتالي الجلوس إلى طاولة المفاوضات ده مطلب مصري دائم عشان كده تلحظي بقى أن التغير في السياسة في الموقف من صد النهضة لدى الآخرين مش لدى مصر يعني مجلس الأمن تغيرت لغته من لغة الحياة إلى لغة الدعم والمساندة للموقف المصر اتحاد الأوروبي اتحاد الأوروبي تغيرت لغته بوريس جونسون في النهاية لعب مهم جدا في الصحة الإفريقية بحكم التاريخ والعلاقات والحقب الماضية من النفوذ البريطاني في المنطقة فلما يتبنى الرؤية المصرية يتحدث عنها ده مكسب مهم جدا وبرغم أن احنا بقالنا كام سنة عايشين في هذا القلق لكن لم تتغير حقوق مصر المائي لم يجرؤ أي طرف من الأطراف على المسازنين وبالتالي ده علامة على حكمة وحسن إدارة الملف حتى لو التحدي ما زال قائب لأن معنى أنه يظل قائب وانت في نفس الوقت لا تدار من إدارة الملف أن انت ناجح في إدارة مش العكس وبالتالي ده نقط مهمة جدا خصوصا أننا يعني شهرين كمان وهنبدأ الملف سيزعب إلى الصدارة مرة سنة وبالتالي مصر بتكسب على المستوى الدولي هل تقصد الملء التالت اللي هو الملء التالي وبالتالي هيتصدر المشاكل لكن المرة دي وإحنا رحل الصدارة إحنا في الملء الأولى كنا رحلين للصدارة وإحنا في حالة عداء مع المجتم كانت الرؤية مغلوطة تجاه مواقف في الملء الثاني رحنا وفي حالة حياة المرات إحنا رحلين بدعم دولي ومسندة للمطالب المصري نتمنى أن المواقف ما تتغيرش ده مهم لكن أنا لا أعتقد بحسن إدارة المصريين لأدوات قوتهم في المنطقة إن ممكن التغير يجي على حساب المصالح المصري أتمنى أتمنى المصلحة للجميع يعني المصلحة للجميع في الأول وفي الآخر ماي الأسبوع اللي فاد ده اللي بكلم عليه هو سقوط المايكروباس على كبري الساحل في مياه النيل وزارة الداخلية حسمت هذا الجدل وأصدرت بيان مهم على لسان أحد المصادر الأمنية وقال إن الأجهزة الأمنية المعنية انتقلت مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهي حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة مايكروباس وقد تم العثور فقط على غطاء سيارة كبير الحجم بقاع نهر النيل وباستكمال أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة المايكروباس التي تمر بمحل البلاغ قخط سير لها لم يستدل على أية سيارات مفقودة بالإضافة إلى عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات تفيد بغياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرى مايكروباس في ذات اليوم حتى تاريخي وأشار شاهد عيان وهو صياد إلى أن ما سقط من أعلى الكبري غطاء سيارة وإمعانا في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكبري والتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين دخلية بقى لها أسبوع تشتغل في الموضوع ده مش بتطلع بيان طبعا هي منتظرة أنها تجد أي حاجة نتيجة تقول ده أنا عايزة أقف هنا على يعني لما أجهزت الدخلية بالدفاضع البشرية ونزلوا لغاية سبعين كل يوم ونزلوا لغاية سبعين متر من قاع النيل كل ده بسبب السوشيال نيديا وطلع أني مفيش مايكروباس ولا فيه أي حاجة وعملوا تجربة شكرا حضرتك يعني تحرك الأجهزة الأمنية خليوني أقول أنها كان رائع طبعا ومش بس كان رائع وكان يعني لدرجة أنه فيه ناس قلت يا جماعة خلصوا بقى ده بقى لهم يمن ما فيش حاجة يعني الناس العادية بقيت تقول لكن هي كانت مصرة أنها تظل تبحث وكنا بنشوفها بعنينا يعني طيب مع تحرك الأجهزة الأمنية دي مين أنا بقى عايزة مين اللي عمل ده مين اللي حرك السوشيال ميديا وحرك الأجهزة وعمل كل ده وكل الألق اللي احنا قاشنا به وطلع في الآخر انه مفيش حاجة خالص يعني شوفي يعني انت زي ما حضريك أشارتي احنا قدام ملمح بيشير الى احترافية الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأزمات والمآصر واني الخطاب الأمني في هذه المرة كان خطاب كيس وهادئ ومتزن ولا يتحدث إلا وفقا لمعلومات ودي نقطة مهمة جدا ممكن اقول حاجة كمان صغير يا رؤسيز عبد الناصر ولم ينسق هو فين بيان الدخلية واعلمين كتير طلعوا وهما ما تكلموش لغاية ما يصلوا للموضوع يعني دي انا احترابتها جدا النقطة التانية اني ده اختبار حقيقي لسطوة السوشيال ميديا ودورها في المجتمع وده أمر يجب اننا ندرسه بدقة لاني تأثيره على صنع الرأي العام في منتهى الخطور وقد يكون الحدث بسيط تافه بمعنى آخر لكن ده كان اختبار للقدرة على اصطناع وعي كاذب وإدارة الوعي الكاذب وده في قضية بسيطة يعني عربية او جسم معدني يسقط من سطح اعلى كبري على المية فتأمن طيب لو استخدموا قضية خطيرة لو استخدموا قضية تلتبس فيها المعلومات ده امر في منتهى الخطور عشان كده قانون جرائم تقنية المعلومات يجب تفعيله ويجب محاسبة الصفحات التي تستخدم كمنصات للترويج للأحداث انت عارفة يعني السوشيال ميدا ومواقع التواصل الاجتماعي هي التطبيق الأكثر حرافية لقواعد الإعلام النازي في حلم العالمات التانية اجزب ثم اجزب ثم اجزب حتى تصبح الكذبة حقيقة فتصدقها فيصدقها الآخرون ده اللي بيحصل انت بعض الناس لما بتيجي تتكلمين في الحدث يا جماعة استنوا البيان يا جماعة الجسم المعدني اللي يزبط مفيش أثر ليه يعني بقايا لضحايا موجودين قطع من العربيات العربية اللي سقطت الناس تبدأ تجدلك وكأنك انت بتسعي ليه خفاء حقيقة ليه لاني الأداء مهم ناخد بالنا برضو ان الأداء دي تعرضت لسقوط لمدة ست ساعات شوفنا الاهتزاز اللي حصل مجتمعيا بسببه فعشان كده مهم جدا اننا ندرس تأثير مواقع التواصل الاجتماعي آلية للرقابة الحقيقية عليها بشكل منضبط آلية لمحاسبة من يروجون عبرها لمعلومات أو شائعات غير صحيحة وغير دقيقة يمكن أن تؤثر على حالة الأمن والسلم العالم وده موجود في الدستور وموجود في أغلب دول العالم بالعكس في بعض دول العالم عندها تجارب لتأمين هذه الشبكات برقابة محلية وبالتالي ده مهم خصوصا اننا في مجتمع يعني لديه أعداء وهؤلاء الأعداء بيتحينوا أي فرصة للمساس بي فدراسة التجربة دي أعتقد ان ده حيحصل وأعتقد ان ده مهم لكن هي أصبحت سلاح في منتهى الخطور طبعا ينبغي ضبط استخدامة طبعا يعني عايزة رجع تاني لتصريح مهم التصريح ده من السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي اللي قال أتوقع لمصر إمكانية قيادة مجموعة على غرار منظمة أوبيك ولكن في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة نظرا لما تملكه مصر من مؤهلات طبعية هائلة تمكنها من تحقيق ذلك كان السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي قد أعرب عن سعادتي بتمثب جلوبال أك بسوق الطاقة المتجددة في مصر وأضاف أنه بينما تستعد المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر لتغير كوب 26 للمناخ في غضون أسبوعين فقط تصلت استثمارات مثل هذه الضوء على النمو النظيف وهو محور برنامج التجارة لدى المملكة المتحدة وأكد أن بريطانيا ستواصل دعمها لاستراتيجية مصر طموحة للطاقة المستدامة معبرا عن التهلئة لجلوبال أك على هذا الإنجاز الذي وصفه بإلهام كما أعرب عن التطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات البريطانية عالية القيمة والبارزة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر في المستقبل بريطانيا نرجع له بعد بوريس جونسون نرجع لبريطانيا من الواضح أن هذا التصريح ومؤتمر كوب 26 اللي هيعقد إن شاء الله في جلاسكو في بريطانيا أن مصر حيكون لها دور مهم جدا في هذا المؤتمر خلني أقول حيبقى دور محوري لما إحنا بنتكلم على تغير مناخ على تحول العالم إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ده معناه أنه محور الآن لمثل هذا النوع من الطاقة ولو إحنا بنتكلم أوبيك مصر ممكن يبقى عندها حاجة زي أوبيك لأن مصر أوبيك بتعلي أسعار حاجاته وتوقع حاجاته دول أوبيك دي يعني لها قوة قوية سعر البرميل فيها بيلعب في حاجات كتيرة جدا في السياسة فلو مصر أخذت هذا الدور في الطاقة الجديدة والمتجددة وهو يعني خليني أقول المستقبل القريب اللي إحنا رايح له إن شاء الله خذي بالك ده برضو ربطيه برؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية اللي أعلنت عنها الدولة خلال الأربع سنوات اللي فاته وإن مصر اتكلمت بشكل واضح أنها ستتحول إلى مركز دولي مهم فيما يتعلق بإدارة ملف الغاز ونقل الغاز إلى أوروبا والكلام على خط جديد للغاز ويمر من مصر إنشاء مصنعين كبار جدا في دميات للغاز لسالة الغاز واستخدامه كمنصة ومكان بديل لهذا الأمر زودة على ده إن مصر كمان في مجال الطاقة المتجددة اتكلمت على أكبر محطة لتوليد الطاقة عبر الرياح في العالم موجودة وبالتالي الكفاءات والخبرات المصرية المتنمية في هذا الملف محدش يقدر ينكر تأثير حابتك كمان ناسي الطاقة محطة بنبان للطاقة الشمسادي أخذ الجوائز العالمية بالزبط دي كمان نقطة مهمة جدا في هذا الملف الخبرات هنا بقى مهمة جدا والقدرة على التأثير في القرار وقرارات أو اتفاقيات الربط في الطاقة بين مصر وبين الوسط إفريقيا وكمان دلوقتي السعودية والتوجه إلى لبنان وإلى آسيا ده بيؤدي لدور مهمة خد بالك الحروب القادمة هي حروب مياه وحروب طاقة فلما تبقى لعب رئيسي وعندك خبرات وتحولت إلى مركز إقليمي مهم لإدارة هذا الملف كل الأطراف الدولية ستجد نفسها مضطرة إلى الجلوس على طويلة المفاوضات معك وهتبدأ تاخد مساحة ودور عشان كده تأكيد السفير البريطاني على فكرة أن مصر يمكن أن تلعب دور في مجال الطاقة الجديدة أو المتجددة على غرار نظام منظمة أوبك والإدارة بتاعتها لكنها إدارة مختلفة لأنها تعامل مع طاقة مختلفة حيث عارف حضرتك يعني أنا بوحدة تتكلم بفتكر أنه منتدى البحر المتوسط بالزبط بقى منظمة يعني مصر فضلت تعمل مع الشركاء في المحيط اليونان وأبرس وفرنسا دخلت أنه إحنا بقنا من منتدى لمنظمة عايز أقولك افتكري بقى في سنة 2015 إحنا جبنا جملة الجملة دي ناس كتير مكادش يعني الحد النهاردة بالتصريح ده إحنا لسه منكتشف بعض الشواهد الخاصة بالجون اللي إحنا جبناه ده الرئيس اللي قالها الرئيس قالها أحسن بس الناس اللي معرفة الرئيس قالها الرئيس قال في أحد الخطابات إحنا جبنا جون والناس مكادش يعني إيه الجون اللي جبناه في الملاب ما عندهمش الرؤية دي أنا عايز أقولك أن ده كمان كان بعد غائب عن إدارة الدولة المصرية في فترة سابقة نعم فكرة الرؤية والرؤية الطويلة المدى إنك بتشتغل بخطوات بطيئة لكنها خطوات متنمية في ملفات مع الوقت أنت بتتحول بدون محد يستشعر إلى مركز قوة في إدارة هذا الملف وبالتالي ده سمة مهمة جدا في إدارة الدولة المصرية للملفات خلو باقي احنا اتكلمنا في أول خبر على استراتيجية حقوق الإنسان وهو ما جبناه سيرتها اللي هو التطور فيما يتعلق بحرات المعتقد ومكافحة الإرهاب واتكلمنا على خطة التنمية الشاملة جهو الدولة المصرية ودلوقتي منتكلم على الملفات الإقليمية اللي الدولة المصرية بتتحرك فيها لصناع جزء من نفوذها ومصادر قوتها في المنطقة وإدارتها للمنطقة دي نجاحات مهمة جدا لازم تتربط ببعضها خلت الأطراف الدولية تسعى الآن إلى توافق حول رؤيتها مع الدولة المصرية حقيقي حقيقي يعني أخبار كلها يعني إشادات طبعا كان عندي أخبار تانية كتيرة بس أنا للأسف وقتي ما عنديش وقت ده لكن كلها إشادات وعندي إشادات برضو موجودة يعني من جهات دولية عدة على يعني مثلا عندي حقول بس الإشادة يعني اسمحولي أنه ديفيد مالبس رئيس البنك الدولي بيشيد أيضا بجهود مصر في مواجهة التحديات الخاصة بجائحة كورونا وتأثيرها على قطعات السياحة والزراعة واللوجستيات والكهرباء وما تشهدوا تلك قطعات من التحديات لافتن إلى أن مصر أحرزت تقدما في ذلك مع أهمية تعزيز منظومة الصحة دي إشادة أخرى يعني أنا بتضيف على إشادة يعني المجهود اللي بتبذله الدولة المصرية بدأ بدأ الناس تشوفه بدأ العالم الخارجي يشوفه وبدأ يقدر اللي بيحصل وغير بدأ كمان يتعلم من تجربك لأنك في بعض نمازج النجاحات اللي أنت عاملها في الملف ده باقت خبرات العالم كله بيبصوا بيحاول يقلتها باعتبار أنها مدخل لنجاحات يمكن أن تتحقق لصالح معطنيين صحيح سيد عبد الناصر أنديل الباحث الحقوقي أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا شادي الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا في الصحافة فصل وحنكمل مع حضراتكم بقية فقرات برنامجنا صواح البلد